اهلا بكم من جديد دوليا لا تزال مواقف دول العالم من الاتفاق النووي الايراني تتوالى وخاصة عقب مصادقة مجلس الامن عليه وترحيب الامم المتحدة بذلك وكان الاردن رحب على لسان مندوبه الدائم في الامم المتحدة السفيرة دين قعوار بهذا الاتفاق تفاصيل اوفا في تقرير امين سليم بعد عامين من المفاوضات توصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها الى اتفاق مع ايران لم تتوصل اليه عقود من العداء اتفاق تاريخي حول البرنامج النووي الايراني يضمن سلمية البرنامج مقابل رفع العقوبات تدريجيا لتبدأ بذلك التخديرات لرفع بعض العقوبات الدولية المفروضة على ايران منذ عدة سنوات العضاء الخمسة عشر صوتوا بالموافقة على القرار الذي يقضي بإلزام كافة الاطراف الموقعة على اتفاق فيينا بالعمل على تنفيذه كاملا والذي كان ابرز بنوده ان كلف مجلس الامن الدولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بعمليات التحقق والمراقبة الضرورية للالتزامات النووية التي اتخذتها ايران مثل الحد من عدد اجهزة الطرد المركزي او خفض مخزونها من المواد الانشطارية اضافة الى مطالبة ايران بالتعاون التام مع الوكالة وعند تسلم المجلس تقريرا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد ان البرنامج النووي الايراني بات سليما بالكامل عندها يتم الغاء القرارات السبعة التي اتخذتها الامم المتحدة منذ عام 2006 لفرض عقوبات على ايران والتي تقضي بحظر بيع ايران مؤدات او خدمات ترتبط بالانشطة النووية الايرانية وتجميد اموال شخصيات وشركات ايرانية وفرض حظر على الاسلحة التقليدية والصواريخ الباليستية الاردن ومن خلال المندوب الدائم لدى الامم المتحدة دين قعوار رحب بالاتفاق الذي تم التوصل اليه وبدورها ثمنت قعوار الجهود السياسية والدبلوماسية التي بدلتها كل من الصين وفرنسا والمانيا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة عبر اشهر من التفاوض المكثف مؤكدة على ان موقف الاردن كان دائما يطالب بايجاد تسوية دبلوماسية وحل سلمي للملف النووي الايراني الامم المتحدة رحبت بقرار مجلس الامن بشأن برنامج ايران النووي على لسان امينها العام بن كيمون الذي اعرب عن استعداد المنظمة الاممية لتقديم اي مساعدة مطلوبة بشأن انفاذ القرار 2231 مؤكدا ان القرار سيعمل على ضمان انفاذ خطة العمل المشتركة بشأن برنامج ايران النووي من جهته اعتبر الرئيس الامريكي باراك اوباما ان قرار مجلس الامن هو رسالة واضحة ومؤيدة للاتفاق وقال اوباما ان اعتماد هذا القرار بالاجماع سيوجه رسالة واضحة وفادها ان عددا كبيرا جدا من الدول يعتبر ان الدبلوماسية هي بالتأكيد افضل مقاربة للتأكد من ان ايران لن تتمكن من الاستحواذ على السلاح الذري يأتي هذا في ظل سعي ادارة الرئيس اوباما الى كسب ثقة المشارعين الديمقراطيين قبل مواجهة المشارعين الجمهوريين الذين يعارض اغلبهم مضامين الاتفاق الى ان الولايات المتحدة الامريكية كشفت عن عنيابها حين حذر اوباما من انه اذا لم تحترم ايران التزاماتها فسيتم فرض كل العقوبات مجددا في الجهة الاخرى لم يكن رد رئيس الوزراء الاسرائيلي مفاجئا حيث اعتبر نتنياهو الاتفاق خطأا تاريخيا قائلا ان اسرائيل غير ملزمة بهذا الاتفاق مع ايران لان ايران ما زالت تسعى لتدميرنا موجها تهديدا مبطنا بضرب المنشآت النووية الايرانية بقوله تعهدنا بمنع ايران من حيازة اسلحة نووية وهذا لم يتغير الرياض اشادت بعدم رفع العقوبات المتعلقة بتسلح طهران لمدة خمسة عوام متهمة ايران باثارة الاضطرابات والقلائل في المنطقة ولم يتضمن رد الرياض اي اشادة بالاتفاق فيما هنأت كل من الكويت والامارات القيادة الايرانية بالاتفاق مواربين عن الامل بان يسهم الاتفاق في تعزيز امن المنطقة واستقرارها امين سليم رؤيا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة